مرحبا بك إسلام تفضل صباح الخير حسام صباح الخير مشاهدين الكرام في هذا النقل المباشر من هنا من ملعب خمسة جوليا كما قلت وكما ذكرت هي عملية نقل الأنصار تم تخصيص عدة نقاط على مستوى ولاية الجزائر لنقل العدد الكبير الذي سيحضر تصور أربعون ألف مناصر عدد كبير سيحضر حفل الافتتاح ومباراة اليوم مباراة الجزائر وليبيا عملية نقل الأنصار على مستوى هذه النقطة ملعب خمسة جوليا لم تبدأ بعد وستنطلق على الساعة الواحدة والنصف ظهران لذا فضلنا الدخول هنا كما ترى خلفه هي إحدى نقاط بيع أو استخراج تذاكر المباراة بالنسبة للجماهير التي ستشارك اليوم وستحضر عملية حفل الافتتاح العملية متواصلة عملية استخراج التذاكر بدأت منذ الصباح الباكر وهي متواصلة إلى حد الآن الجماهير حضرت من مختلف ولايات الوطن هناك من فضل التنقل البارحة وهناك من حضر الآن إلى أن هذه العملية متواصلة بالنسبة للمنظمين حسام سنأخذ ربما بعد انطباعات هؤلاء الأنصار الذين حضروا لاستخراج تذاكرهم وكذلك لشرح كيفية العملية بما أن هذه العملية هي جديدة بالنسبة للجماهير الجزائرية التي لم تتعود ربما بعد على عملية استخراج تذاكرهم من مناطق أو أكشاك خاصة قبل مباراة الأولى وقبل أي مباراة بالنسبة لهذه البطولة سلام عليكم أخي حضرت ربما هكذا من ولاية باتنا هكذا ويش خدرت قولنا كيفاش كيفاش راح تجري عملية اقتناء بداية شرح لنا من عملية اقتناء كالهات تذاكر حتى عملية الاستخراج بشي الجماهير تعرف كيفية راحنا للسيبر مدينا البيتاقة الذهبية تعنا وكتبوا ليرونسي المونتانا وخلصنا ثم في السيبر وخرجونا ورقة وصل الاستلام وحصلنا لأقرب نقطة ملعب خمسة جولية وأقرب نقطة لنا ملعب خمسة جولية خرجتوا بطريقة عادية بطريقة سهلة بطريقة سهلة نورمال جينا لنقطة اليوم ريكي بيرين البيتانا ها هو اوليك ريكي بيرين البيتانا أعطيناهم وصل الاستلام وعطينا البيت هذا ما كان طريقة أفضل ربما من التنقل إلى الملعب باينا طريقة أفضل من التنقل إلى الملعب وكتعرف الغاشي ومن الناس ما أسهل خير وخير نشوفوا مناصر آخر حسام أخي كيفاش ستكون عملية تنقل الأنصار أنتم أكيد في انتظار الحفيلات لنقلكم إلى الملعب السلام عليكم انتقاسي وكتبا من انتقامنا في الحفيلات تبدأ الوحدة ونص فقط التذكير الجماهير هي كما نرى فيها ساعة دخول الأنصار والمباراة التي ستلعب بين الجزائر وليبيا كذلك نشاهد الساعة التي سيدخل فيها الجماهير إلى الملعب يمكن يعطينا الزميل سيد أحمد هذه الصور لعملية اقتناء التذاكر كما نشاهد كذلك هي عائلات تحضر من أجل اقتناء التذاكر المباراة كما نشاهد المناصر أو كل مناصر يستظهر الوثيقة التي تحصل عليها عبر بعد تسجيله ل اقتناء هذه التذكيرة ثم يستظهر وثيقة حصول وثيقة الهوية من أجل الحصول على تذكيرتها الخاصة بالمباراة نحاول اقتصري هذا المناصر أخيرا نشوفوك مع الأطفال مع العائلة ويستطلقون على العملية تقتناء كل التذاكر الغر عملية سهلة بزف بزف لا تتطبع الحمد لله اذهب للملعب خمسة جولي اوقع صحيح مع الباليش وانت روح بيرتوتا ولا ويجي كما نقول البي يشوف رقصة سهلة باك تطبع الحمد لله بكري ما تقدش يجيب ولدك هك يجيب ولدك شوف في عمر تلت سنين يجي معاك يشري به حسام سنحاول تصريح مسؤول هذه النقطة ومسؤول نقطة بيع التذاكر على مستوى ملعب خمسة جولي يا سيدي عملية الاختناء راني نشوف ساعات قبل الافتتاح وساعات قبل المباراة الأولى ما زالها متواصلة يعني بصيفة عادية هل هناك اقبال كبير من الجماعي وهو كذلك هناك مناصرين راني يوصلون الآن وبشيدون التذاكر تحم والمقابلة اليوم تبدأ على الساعة التامنة هؤلاء المناصرين يجون من ولايات بعيدة من تقورت من ورقلة من تامنراست ما يقدرون يجون مراتين للعاصمة باش يقتني التذكير يجي اليوم يدي التذكير اليوم ويدخل اليوم للملعب العملية في ظروف حسنة والشباب قاستحسن هذه العملية ظروف سهلة كما كتشفوه مكاش الزحام اللي كان في المقابلات اللي جرات في ملعب خمسة جميلية أو في أي ملعب آخر الموعد ربما غلق هذا الكاشن متواصلون للأمسي متواصلون من ساعة تاسعة صباحا إلى ساعة تامنة ليلين نسنن حصلت تامنة باش نغلق المركز تعنا ورانه نهنا متوجدين إلى أربعة فبري يوبيا يعني اقتناء التذاكر اليوم ما هيش خاصة غير مباراة اليوم حتى المباراة القادمة على المنتخب وهو كذلك مباراة الجزائر موزنبيق والجزائر إثيوبيا المناصرين رميقين فيها الآن بطريقة سهلة يعني يجيب لك فقط وصل صحب التذكير اللي يخرج من سيبر كافي ولا من أي جهاز ألي وبهذا يستظهر لك هذه بتاقة الهوية نعم هذه بتاقة الهوية يخرج التذكير وهناك بعض الأخطاء صرات ولكن نصلح فيها فيما يخص الشباب اللي ما عندوش جيماي ويستعمل جيماي تاعة واحد صديقه وينسى كلمة السر هذو كان ميجوا عندنا من عدة ولايات ومن الوطن من عدة المناطق ميجوا هنا عندنا ورانا نحللهم هذه المشكلة ونقول لهذا الشباب هذو اللي رأوا حصلوا في خراج التذكير وعندهم بك وصل الدفع فقط يتصلوا بنا هنا بخمسة جويلية نحللهم المشكلة في ظرف وجيز وهو كذلك سيد إذن حسام كما تابعت معنا هو شرح لكيفية اقتناء تذكر المباراة أو المباريات هذه الدورة وهي طريقة سهلة وسهلة جدا من اللجنة المنظمة وأكيد سيستفيد منها الجمهور الجزائري والمناصرين الجزائري كثيرا ويمكن القول الإسلام أن البداية موفقة لحد الآن وهذا ما ينبئ إن شاء الله بإنجاح هذا الحدث بكل المقاييس طبعا حسام بما أن كل الجماهير الحاضرة هنا والتي تنقلت منذ الصباح الباكر أبدت رضاها وأبدت ارتياحها لكيفية اقتنائها للتذاكر هذا ربما مؤشر يوحي بنجاح هذه التظاهرة منذ بدايتها أو قبل انطلاق هذه الدورة بما أن اليوم هو أول يوم لانطلاق كأس إفريقيا للمحلين عندما تشاهد مثل هذه الأمور هذه الأمور كلها توحي بأن الجزائر ستنظم دورة مشرفة ودورة كبيرة بما أن الأمور التنظيمية كلها مضبوطة نظرا للإمكانيات التي سخرتها الدولة الجزائرية لإنجاح هذا الحادث نحن نشاهد أمامنا سواء من هنا من نقاط بيع التذاكر أو سواء في ملعب نيلسون مونديلا مثل ما كانت عليه الأمور في التجربة السابقة في أثناء تنظيم ألعاب البحر المتوسط الأمور كانت مضبوطة وهو ربما ما شجع الجزائر على احتضان هذه التظاهر وتظاهرات أخرى إن شاء الله ربما هي فاتحة خير لاحتضان ربما كسفريقيا ولما لا مستقبلا منافسة أكبر كأس العالم نحن نتطور باستمرار ونحن ربما نطور أنفسنا من أجل أن نكون في المواعيد القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لك إسلام اشتيو حدثتنا وعلى المباشر من المركبة الأولمبي محمد بوظياث بالعظمة ترجمة نانسي قنقر